ما بين خطبة مقتدى الصدر التي حملت في طياتها رسائل سياسية حول المشهد الحالي في العراق وما يشهده من أزمة انسداد في العملية السياسية وحراك تلك العملية المستمرة لاختيار منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتفاعل مواقف متباينة بين قادة قوى الإطار التنسقي الذي تتجه إليه الأنظار في حسم أزمة التشكيل المرتقبة مواقف أظهرت تنفسا بترشيح تحالف الفتح ودولة القانون والنصر شخصيات منصب رئيس الحكومة البرلمان الذي عقد جلسته المغلقة برئاسة محمد الحلبوسي لم يخرج باتفاق على موعد لجلسة حسم منصب رئيس الجمهورية تذهب مواقف سياسية في اتجاه تبرير ما يجري من صعوبة في تحديد موعد الاختيار إلى استمرار الأزمة بين الحزبين الكرديين على حسم اسم مرشحهما للمنصب وهنا يترك الإطار التنسقي الكرة في ملعب الكرد لكن الكرد من جهتهم لم يقرروا بعد ما إذا كان الاتفاق ممكنا بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة على مرشح واحد تصريحات للنائب الثاني لرئيس مجلس نواب شاخوان عبدالله أكد فيها أن موقف الاتحاد الوطني ثابت سواء لجهة تحالفاته أو لجهة تمسكه بمرشحه وهو الدكتور برهم صالح مستبعدا تكرار السيناريو 2018 في اختيار رئيس الجمهورية من جهتها دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإطار التنسقي عدم الضغط على الكرد بشأن منصب رئيس الجمهورية كتلة صادقون أكدت دعمها لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب الرئيس كما كشفت عن أن الإطار لديه مرشحين لرئاسة الوزراء وأن اختيار أحدهما بات قريبا لتشكيل الحكومة المقبلة مصادر من داخل الإطار التنسقي كشفت عن بعض تفاصيل اجتماعهم في منزل زعيم تيار الحكم عمار الحكيم والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نور المالكي نفسه لمنصب رئيس الحكومة المقبلة لكن الإطار أكد على أن الساعات المقبلة ستشهد اجتماعا لحسم مرشح رئيس الوزراء ما يعني الانتظار الذي يغلفه تأكيد سياسيين على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض العملية السياسية وهو ما يضيف قليلا من التفاؤل بالخروج من فواهة أزمة التشكيل التي تنتظرها بغداد بفارغ الصبر تماما كما ينتظرها العراقيون ترجمة نانسي قنقر